السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كل عام وسعادتكم بخير والأمة المصرية جميعا بخير بمناسبة موسم حصاد القمح 20-23 إن محصول القمح وخاصة في جمهورية مصر العربية يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية إن لم يكن هو أهم محصول استراتيجي في مصر لأسباب كثيرة ليس فقط من العائد الاقتصادي لكافة العاملين فيه ولكن كذلك يمثل الأساس لإنتاج رغيف الخبز والذي يعتبر هو جزء من الأمن الغذائي الحقيقي للشعب المصر موسم الحصاد دائما بيبتدي في النصف الثاني من شهر أبريل ويستمر إلى النصف الثاني من شهر يونيو أو إلى أواخر يونيو قبل هذا الموسم تقوم وزارة التموين ووزارة الزراعة بالتنسيق الكامل حتى يمكن إعداد كافة الإمكانيات اللازمة لاستقبال هذا الموسم وإحنا بنتكلم مع حضرتك دلوقتي فيه ربعمية وعشرين لجنة بتعمل على جميع أنحاء الجمهورية لاستقبال هذا القمر اللجنة الوحدة فيها التموين فيها الزراعة فيها أي إنسلامة الغذاء فيها الوزان المعتمد فيها كذلك أمين الشونة أو رئيس الموقع اللي موجود بس عشان نتخيل حجم العمل الموجود وبيأخذ عناية هامة جدا وغرفة عمليات يومية موجودة في الوزارة وفي كل المدريات لتجميع كافة البيانات وكافة الأعمال لمتابعة هذا الموسم بالنسبة للمساحات تنكلم عن هذا العام المساحات المنذرعة وجدالك سعر الأمح المحلي والذي مسل جزء أساسي في هذا الموسم ثم الموقف الحالي لعملية الحصاد ثم مقارنة مع العام السابق حتى تاريخه تبلغ المساحة المنذرعة كما سمعنا بيانات وزارة الزراعة ثلاثة واثنين من عشرة مليون فدان أمح ومتوسط الإنتاج بالأردب عشان الناس تبقوا معنا من تمنتاشر لعشرين أردب اللي هم بيمثلوا حوالي في المتوسط العام من اثنين وسبعة من عشرة لثلاثة طن للفدان فبنقول الإنتاجية بتاعتنا ما بين تسعة واثنين من عشرة لعشرة يعني عشرة مليون طن إنتاج مصر